قد تكون هذه الليلة ليلة من أصعب الليالي المحرجة في تاريخ العملية السياسية العراقية البرلمان حتى هذه اللحظة جدال يصل إلى حد السراع في مناقشة قانون الانتخابات العراقية الجديد الذي فرضته الأحداث والثورة والحراك الشعبي في أكثر من عشرة محافظات عراقية مؤيدة من كل الشعب العراقي بكل طوائفه ومذاهبه وقومياته على مستوى الشعب الأخبار من البرلمان تقول حتى هذه اللحظة التي نطل عليكم بها مباشرة أن هناك انسحابات وهناك خلافات حول قانون الانتخابات العراقي وقد تؤجل الجلسة للنقاشات حول هذا الموضوع لأنهم يدركون تمام الإدراك أن هناك قوة على الأرض لا يمكن الاستهانة بها وهنا وكما كنا نقول دائما بلغة الناصحة هذه المرة لا تتلاعب بعواطف الناس ولا تلجأ إلى أساليب قديمة قد جربها الشارع العراقي لأن الشارع هذه المرة تشكل فيه وعيا كافيا أن يدرك حجم المخططات والمؤامرات أنسوا هذه المرة أنكم أبناء أحزاب وعودوا إلى رجدكم واتركوا الغي الذي كنتم فيه وكونوا مواطنين صالحين واكتبوا قانون للانتخابات يتلاءم مع جراحات الناس لا أحد يطردكم عندما تكونون شرفاء لتشاركوا هذا الوطن همه ولنعيد بناءه من جديد والبناء يستوجب قوانين وهذه القوانين يجب أن تكون محترمة في نظر الشعب وليس بنظر قوة سياسية قال عنها الشعب كثيرا شلع قلع كلكم حرامية وهذا أمر مؤسف أن نسمعه وسمعناه وترسخه وصار إنشودة حتى هذه اللحظة من حقكم أن تختلفوا في الآراء ومن حقنا أن نريد قانونا انتخابيا يصعد من خلاله الشرفاء الذين يمثلون محرومية الناس وتطلعاتهم وأهدافهم وينتمون انتماءا حقيقيا لهذا البلد يحملون هوية عراقية واحدة والخلاف الآن يدور حول الفقرة 15 و16 كما تحمل لنا الأخبار حتى هذه اللحظة وعلى مزدوجي جنسية هناك في رئاسة الجمهورية السيد رئيس الجمهورية والقوى السياسية منشغلة بتقديم مرشحا جديدا لرئاسة الحكومة الجديدة بديلا عن حكومة انتهت بعد أن فرضت أو فرضت الثوار والمحتجون قراراتهم بأن تستقيل هذه الحكومة نعم إنها ليلة محرجة وغدا إذا لم يتم الإعلان عن الرئيس القادم سندخل في الفراغ الدستوري وستزداد الصراعات ولكن هناك من يقول أن الأمور قد تفرج هذه الليلة وقد نحظى برئيس مقبول من الجميع ترجمة نانسي قنقر